حياكم الله من جديد ليشرح في هذا الدرس عن الوصول للمتغيرات او الوصول للدوال لو ترى هذه class operations و class multi operations class operations كان بي فاكشنين و class multi operations كان بي اثنين لكن هذا لما نورثه قدر يصل الى كل الفاكشنات الموجودة في تلك في الاب اللي هي sub و sum ليش لانه هذه by default هي عبارة عن public public هي بمعنى هي by default اللي معرفة للفاكشن يعني ممكن نوصول لها من اللي يورثها او ممكن نوصول لها من الميل ميثود لو ترى هنا قدرت اصل لها من الميل ميثود لا لو ترى انظر يقول لك ليش يكتب ال public هو اساسا by default public لكن اوكي هاي public افتهمناها ماذا عن لو قدت اريد اوكي اريد هاي الفاكشن انا اصل لها وارد اللي يورثني يوصل لها بس ما اريد الناس تصلها بشكل مباشر بهذه الحالة اعرفها protect protect يعني هاي الفاكشن انا ممكن اصل لها من داخلي واللي يورثني ممكن يصل لها لكن بشكل مباشر ما ممكن انا اصل لها انظر او طاني خطأ ما ممكن ان تعمل انسان بشكل مباشر من تلك ال object قد تكون كلمة مواوضحة لما تكون بشكل فاكشن فخليه اوضح لكى بالشكل متغير لو اعتبرت متغير اسمه process اوكي وهذا ال process اسمه ااااااااا main process initial area فهذا حتى اصلها من الكلاس الحالي فاقول له اوكي فاكشن my process my process وهذه الفاكشن تطبع لي البروسس اللي أنا أملكها أوكي فتقول لي بروسس لأنه أنا أصل لها فلو وردت أنه نفس الميثود هذه أنه هذه أيضا تصل لبروسس أوكي فاكشن اسميها بارنت بروسس ما تستقبل أي شيء وتطبع لي البروسس أيضا ممكن تصل لها ماكو أي مشكلة ليش؟ لأنه هي هذه بايدفولت البروسس هي بوبلك فممكن أصل لها من عندي ممكن أصل لها من أبي ممكن أصل لها بشكل مباشر يعني لجلت لأوبرايشنز من هنا ممكن أيضا أصل لها مثلا نقول له ماينو بروسس شيء طبيعي جدا ممكن أصل لها لأنها بابولك بايدفولت لو جلت قلت لأ هذه أريدها تكون بروتكت بمعنى هذه البروسس ممكن أصل لها من كلاسي ممكن أصل لها من كلاس اللي ورثني بس ما ممكن أصل لها بشكل مباشر من الانستانس هذي تسمى ابروتكت لما أستخدم نوع آخر اللي هو برايفت لا هذه بمعنى فقط أنا أقدر أصل لها اللي ورثني ما راح يقدر يصل لها وكذلك الانستانس ما راح يقدر يصل لها إذن هذي ثلاثة أنواع من المتغيرات أفهمهم جيدا بوبلك برايفت بروتكت شكرا لك